هذا وقد رصد التلفزيون المصري أراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول ما تناولته جلساته اللجنة الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة النهاردة الكلام بيدور حوالين العقبات التي توجه المستثمر اللي هو يقوم بنشاط صناعي في هذه الحالة طبعا أهم عقبة في هذه الحالة زي تجذب الاستثمارات والعقبات التي تواجه المستثمر سواء كان فيما تعلق بالبيروقراطية طبعا إحنا شايفين كلمة وزير النقل والصناعة كامل وزير حقيقة كان لديه من القدرة على أنه يستطيع كسر هذه الحالة من بيروقراطية الجهاز الإداري حاب أن نأكد دايما برضو على وزارة قطاع العمال أنه دايما مش الحكم على المواضيع اللي هو بمجرد أن الشركات هي ربحة وشركات خسيرة دايما فكر قطاع الأعمال نفسه بيتمثل فيه أن دي الصناعات اللي بتبقى لها مرضود اقتصادي ومرضوع مجتمعي ولكن هي صناعات عقدة للاستمار بتاعها ما بياش عالي فبالتالي من هذا المنطلق بتبدأ الدولة تخش في هذه الصناعات عشان يحصل نوع من أنواع الاستفادات المجتمعية والاستفادات الاقتصادية فيها البيان بتاع وزارة الصناعة كان ملم بكل الأمور كانت خطة واضحة محددة يعني الجديد في الموضوع أنها كانت محددة بوقت وده كان حاجة كان دايما نحن بننادي بيها كمجلس نواب أن نحن لما بنسمع خطة من وزير بنكون عايزين الخطة داية تكون محددة بوقتها علشان خطرة نحاسبه عليه خطة الوزارة خلال الفترة القادمة أن مصر تدخل المنافسة في السواء العالمية حيث احنا عملنا البنية التحتية وقدرنا أن احنا نعمل تحالف شركات مع شركات أجنبية ونجيب خطوط ملاحة عالمية فترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله احنا بنسوق مصر من خلال المنافسة العالمية المواني الزكية المواني الخضراء المواني اللي هي بتعتمد على التكنولوجيا الحديثة المواني اللي ليها سعر تنفسي دي كلها دشروط مهمة جدا أن انت يبقى عندك سعر تنفسي في نفس الوقت أن انت بتوفر الخدمة بشكل جيد في نفس الوقت أنك انت بتستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة المعدات الحديثة السرعة في الأداء كل دا بيخليك تدخل المنافسة وتدخل المنافسة بشكل كبير